السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم بدرسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو كيف أنفي جملة بزمان present simple present continuous present perfect كيف أنفي الجملة إذا نقول لا طبعا كما نعلم أداة النفي باللغة الإنجليزية هي not تختصر بدل حرف الأو أضع أبوستروفي تي not net ماذا يعني نفي الجملة يعني نفي الفعل نفي حدوث الفعل إذا لا نستطيع أن نضع أداة النفي مباشرة قبل الفعل هذا خطأ نحتاج إلى فعل مساعد الحيب يرجع في فيديوات سابقة تكلمنا لماذا سمناه فعل مساعد إذا لدينا do, does, am is, are, was, were, have, has وهكذا طبعا بال present simple نحتاج إلى do, does إذا فقط نضع عليهم not تختصر doesn't إذا doesn't don't بل present continuous بيكون عدنا am, is, are مباشرة سنحمل عليهم أيضا not am not, is not, are not طبعا ما تختصر amint لا نقول amint ممكن نقول isn't نختصر is مع not عدنا are, not أيضا نقول aren't بل present perfect المضارعة التان بيكون عدنا have وهاز والفعل بتصرف الثالثة طبعا فقط بعد have وهاز نضع not تصبح haven't hasn't إذن بل المضارعة البسيط كيف نعرف عن طريق الفعل مثلا هذا الجملة الأولى I like visiting foreign countries أحب زيارة البلدان الأجنبية لاحظ بعد like الفعل مضاف الـ ing لا نستطيع أن نقول I like visit بهذا الشكل هذا خطأ باللغة الإنجليزية لأتي فعلين وراء بعض باشرة يلا أقول I like visit هذا خطأ بعد like أضع الفعل ing I like visiting وتصبح visiting عندما أضف إليها ing تصبح اسم نسميه جرن باللغة الإنجليزية foreign countries إذن بلدان الأجنبية عندنا كلمة country بلد بهذا الشكل عندما ضفنا اسة جمع لا نصع باشرة نضيف اسة جمع بهذا الشكل تحدثنا في فيديو سابق نقلب ال-Y تصبح بدل ال-Y-I ونضيف ES countries بلدان foreign عندنا الجيل لا تلفظ لن نقول foreign إذن foreign أجنبي وحبوا زيارة البلدان الأجنبية وارد أقول لا أحب هذا الفعل like نكتب I نضع don't I don't like لاحظين I don't like وكمل الجملة كما هي بدون أي تغيير فقط قبل الفعل like نضع don't don't تترجمها لا أيضا كما قلنا don't doesn't نترجمها لا I'm not is not أيضا لا have not has not نترجمها أيضا لا I don't like visiting foreign countries يعني لا أحب زيارة البلدان الأجنبية إذن كما قلنا نفي الفعل هو نفي حدوث الفعل يعني not نضعها قبل الفعل بالإضافة لفعل مساعد نحمل not على الفعل المساعد إذن هذا الجملة present simple مضارع بسيط نضع don't قبل الفعل لاحظ he travels a lot إذن يسافر كثيرا اللحظة الفعل هو travel ضفنا هذه طبعا اس المفرد الغائب إذن هذه عادة متكررة كما قلنا العادة متكررة بيكون المضارع البسيط يعني الفعل بالتصريف الأول إذا كان الفعل he she it ضف للفعل اس المفرد الغائب إذن هو يسافر كثيرا نريد أن نقول لا يسافر أو هو لا يسافر كثيرا قبل travel نضع not لكن لا أصدع مباشرة أكتوب he not travel بهذا الشكل إذن هذا خطأ أحتاجي لفعل مساعد بالمضارع البسيط كما قلنا he she it تأخذ does أحمل عليها not تصبح doesn't نضعها قبل الفعل تصبح he doesn't travel a lot إذن تصبح هو لا يسافر يسافر كثيرا he doesn't travel a lot إذن نفس الجملة الأولى فقط وضعنا doesn't قبل الفعل وما ننسى عندما وضعنا doesn't حذفنا اس المفرد الغائب لا أستطيع أن أقول he doesn't travels هذا خطأ إذن بعد does أحذف الاس من الفعل أضعها للفعل إذا كان قبلها هي شيئة أو اس مفرد عندما وضعنا does مباشرة أحذف الاس تصبح he doesn't travel a lot هو لا يسافر كثيرا لاحظة هذه الجملة he is preparing for the trip إذن يحذر للرحلة الفعل عندنا prepare يحذر for لي أو لأجل trip الرحلة طبعا هذه الجملة مثل present continuous المضارع مستمر كيف عرفت لأن عدنا is والفعل مضاف ing إذن ثلاث أجزاء مكون هذا الفعل عند إذن فقط من نشوف is مباشرة تحمل عليها not أيضا إذا كان عدنا am أضع عليها not is مباشرة not are not تصبح he is preparing for the trip he isn't preparing for the trip كما هي إذن بس يهمني بعد is أضع not لا تحتاج إلى do ولا does مباشرة بالمضارع مستمر إذا شفت am is are مباشرة أحمل عليها not he isn't preparing for the trip they have been to Oman لقد زاروا عمان أو لقد كانوا في عمان اللاحظ زمن الجملة هذا present perfect كيف عرفنا لأن عدنا هذا والفعل بالتصرف الثالث من عدنا be بية تصرف منها been إذن زمن جملة present perfect باشرة من أشوف عدنا بالمضارع التام have أو has أحمل عليها not they have been to Oman تصبح هذا الجملة أكتب they كما هي have أضع عليها مباشرة not تصبح haven't they haven't been to Oman إذا لم يزوروا Oman إذن فقط بعد have وضعت not اقتصرت haven't Mary explored the old city لقد استكشفت Mary المدينة القديمة لاحظ the old city إذا كان عندنا the التعريف the بعدها أحد الحرف الصوتية A I O U E عند إذن ننفض حرف أو ننفض the the لاحظ the old city عندنا حرف O إذن ننفضها E Mary have explored the old city لاحظ زمن الجملة present perfect كيف عرفنا لن وعدنا الفعل بالتصريف الثالث مضاف المدينة القديمة I'm learning English أنا أتعلم الإنجليزية إذن مستمر بتعلم الإنجليزية لاحظ زمن جملة present perfect كيف عرفت لنعود N I'm والفعل مضاف له I in G أصل الفعل learn يتعلم وضعنا am طبعا هذا اختصار ل am ممكن نقول I am learning أو نقول I'm learning أريد أن فيها تصبح I am not learning English إذن أنا لا أتعلم الإنجليزية أو بهذا الشكل هذا I'm not learning English إذن أنا لا أتعلم الإنجليزية لكن لا أستطيع أن أقول I'm not بهذا الشكل خطأ إذن ممكن أختصر am لكن not خليك ما هي تصبح I'm not لأنه بسبب اللفظ لا أستطيع أن أقول I'm not أو ممكن أكتبه الشكل كامل I am not learning English إذن أنا لا أتعلم اللغة الإنجليزية لحظة الجملة أحمد and Mary أو أحمد and Mary are buying clothes for the journey يعني يشتري أحمد و Mary ملابس للرحلة journey رحلة for لي أو لأجل close ملابس لحظة هذه الجملة present continuous إذن مضارع مستمر كيف عرفنا لأننا لدينا الفعل buy وضعنا قبل R فعل كون ضفنا ing G كما قلنا إذا كان موجود بالجملة M is R مباشرة أضع not بعد فعل الكون إذن بهذا المكان أضع not تصبح أحمد and Mary are not buying clothes for the journey يعني لا يشتري أحمد و Mary ملابس للرحلة لو غير أي شيء فقط بعد R أضع not ممكن أختصرها كما قلنا are not بهذا الشكل أو تصبح aren't we've been to Damascus لقد زرنا دمشق لاحظ زمان هذا الجملة present perfect إذن مضارع تام كيف عرفنا لنعود have وعود been بالتصرف الثالث من الفعل be إذن مضارع تام كما قلنا فقط بعد have و has نضع not تصبح هذا الجملة we've not been وكمل الجملة كما هي لم نزر دمشق أو أقول we haven't been to Damascus إذن لم أزر أو لم نزر دمشق إذن بهذا الشكل تكلمنا كيف أنفع جملة بزمن present perfect المضارع التام present continuous المضارع مستمر present simple إذن المضارع البسيط فقط بالمضارع البسيط do و does أضع عليها not أضعها قبل الفعل am is are أضع بعدها not have has أضع بعدها not إذن كما قلنا نفي الجملة يعني نفي الفعل يعني نفي حدوث الفعل بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة